الراجل ده مش سهل خالص بص معايا كده على الصورة الصورة بتقولك ان رجب طيب اردوغان سلطان عثماني من فصيلة الاباليس للو عهد ولا ميثاق وكمان بميت واش من كم شهر اردوغان زار مصر بالتحديد في 14 فبراير 2024 واكل عشنا وملحنا وانسينا الخلافات الماضي الاسود وسمحنا وفتحنا صفحة جديدة زي البفتة البيضة بدأت عجلة العلاقات تدور بين البلدين لكن كانت النية التركية مش تمام لمصر خالص من ساعات بس ظهر السواد التركي وصدقة مع اثيوبيا والصومال جارت على ارض انقار كان عنوانها الغدر وكانت التفاصيل خيانة ومخطط برعاية تركية يدبر الان لحصار جيش مصر هناك في حدود اثيوبيا والصومال ومن هنا في حدود مصر اسرائيل السودان ليبيا عايز ساعرف اردوغان غدر بالسيسي ليه وازاي باع مصر في قضية سد النهضة والتمن ايه بالزبط وازاي سلم مصر الاسيوبيا على طبق من ده وايه اللي دبروا مع الجولاني في سوريا وحمدت في السودان لضرب وغزو مصر وايه حكاية انزار اسرائيل اللي وصل لمخابرات مصر من ساعات وايه اللي بتحذر منه اسرائيل جهاز الامن المصري قبل ما اخش في التفاصيل انزل لما اشترك في القناة ويالله بينا نبدأ الحالة عايز ساعرف فعلا حقيقة ومعدن الرئيس التركي بص على تاريخه وركز اوي اوي في موقفه اللي حصل في سوريا وازاي لعب من تحت الترابيزة في مهمة اسقاط عاجلة وسريعة لبشار الاسم ركز كمان في تحركات تركية مع الجولاني وغزل اردوغان الغير مباشر لاسرائيل كمان تحركات تركية ناحية السودان وموقف الشرير رجب من البرهان وقائد الدعم السريع وانحيازه للاخير بشكل غير مباشر ده غير كمان شغب سري وصامت تركي على حدود مصر ناحية ليبيا نتيجة ان الراجل ده مش تمام مع مصر خالص إبليس في صورة بشر رئيس متلون رصيد سواد ضد مصر مالوش سقف عنده خطة قديمة ضد مصر الراجل ده عايز ايه؟ اول حاجة عايز يصفح حساباته مع مصر اللي دعمت الجيش الليبي وحفتر فيه فترات ضد تركيا وكانت النتيجة خسارة اردوغان كتير في ليبيا عشان كده بتحرك النهارده اردوغان في الحد وعايز يحاصر مصر من خلال تسهيل مهمة حمدتي لضل مصر من ناحية حدود السودان وكمان يوسع سكة للجولاني قائد جبهة تحرير السورية انه ياخد بطاره من مصر اللي استنقرت ضرب الجيش الرسم السوري ورفضت انتشار الميليشيا المسلحة في البلد لكن كان الاخطر هو تحرك اردوغان من ساعات ودعوة رئيسي الصومال واثيوبيا في انقرة وعمل جلس الصلح بين الطرفين في غياب مصر وانهاء الخلافات مع وعد الابي احمد رئيس وزراء اثيوبيا ان تركيا سهل لهاديسة بابا الوصول للبحر اللي حتى لو ده هيتعارض مع مصر شوف بقى كلام غريبة بقى ان فيه تسريبات من شوية من اسرائيل بعتت انزال الجهاز مخابرات مصر بتحذره من تحركات ضد النظام تستهدف اسقاطه والانقلاب عليه زي ما حصل لبشار مش كده وبس كمان حذرت اسرائيل مصر من تركيا واللي عملته من ساعات مع اثيوبيا والصومال والصفقة اللي تمت لتعطيش مصر وحصار جيش ايه المصلحة يعني ايه مصلحة اردوغان من ده كل ومصلحته انه يسهل لاثيوبيا لوصول للبحر الاحمر فيه من المصلحة في كده خلي بالك هنا المصلحة هنا تجارية وخير كتير وضخم من تركيا وكمان نفط ضخم في الصومال بص عليه تركيا من زمان وده اللي هيدخل مليارات كتير قوي لخزانة تركيا كمان المصلحة هو انتقام تركيا من مصر عشان الحسابات القديمة اللي لها علاقة بجامعة الاخوية تخيالوا مصر وتركيا خلال فترة الاثناشر شهر اللي فاتوا في 2024 كان فيه تنسيق كبير بخصوص الصومال وارض الصومال وازاي يمنعه ابي احمد من ضرب سيادة الصومال وهز عرش كرسي حسن شيخ محمود كمان كان كل التحركات التركية في ملف الصومال وارض الصومال واثيوبيا كان بالاتصال مع مصر لكن واضح كده ان الغدر بيجري في دم الرئيس التورج هو مالوش صاحب صاحبه بس هو المصلح الدليل الدليل اهو عمل قعدة عشان ينهي ازمة الصومال واثيوبيا وارض الصومال وكان المفروض مصر هي اول مدعوين وده اللي ما حصلش وكشف عن نوايا سودا وغدر وخيانة تركية ضد مصر طب ايه العمل السيسي دلوقتي هو في ورطة واكيد الجيش كمان بس اللي ما عرفوش اردوغان ولا حتى شلت الخيانة دي من اول ابي احمد مرورا باسرائيل والجولاني في سوريا ووصولا للميليشيات اه وحمدتي في السودان ان الجيش المصري عنيت جدا وما بسلمش بسهولة وقرصته والارض والتاريخ اسبت كده لكن هنرجع ونقول هيعمل ايه السيسي بعد اللي حصل في تركيا من الساعات وقعدة الصلح اللي اتعاملت بين اثيوبيا والصومال ونهاية الخلافات والعلاقة اللي رجعت زي السمنة على العسل بين البلدين برعاية تركيا مع صفقة سرية كسبانة تمت بين الاطراف التلاتة والخاسر الوحيد كانت مصر في ملف سد النهضة وكمان تهديدات بتواجه قناة السويس في حالة وصول اثيوبيا فعلا للبحر الاحمر والاختراب من باب المندب وكمان تأسيس قعدة عسكرية بحرية لشغب مصر هيعمل ايه السيسي بعد كل ده هيعمل ايه هيضرب سد النهضة طب خد الصدمة دي كتير قالوا ان الضربة الجوية المصرية لسد النهضة مستحيلة طب ليه مستحيلة وايه علاقة الاستحالة دي بمنظومة سبيدر الاسرائيلية الموجودة دلوقتي في دفاعات اثيوبيا خلونا نبدأ بالسؤال ده ليه اثيوبيا اخترت منظومة سبيدر الاسرائيلية للدفاع الجوي قصير ومتوسط المدى ليه ببساطة عشان قوية جدا في استياد المقاتلات الشارسة الجوية وده اللي خلى الهند تعتمدهم كمنظومة اساسية للجيش الهدي وقبل ما الهند استخدمهم كان فيه دول تانية زي سنغافورة وجورجية وكلام ان حتى الامارات مع الدول دي طب هل منظومة صواريخ سبيدر الاسرائيلية اللي انزرعت بسد النهضة ممكن توقع طياراتنا لو حصل وبدأ الصدام والقصف المصري للسد خلينا اقولك قبل ما نجاوب ان احنا نوضح مميزات الصواريخ دي وخطورتها سبيدر هو نظام دفاع جوي اسرائيلي متحرك قصير ومتوسط المدى طورته انظمة رفائيل الدفاعية المتقدمة بمساعدة من شركة صناعات الفضاء الاسرائيلي رفائيل هي المقاول الاسرائيلي الرئيسي لتطوير الاسلحة والتكنولوجيا العسكري هي المقاول الرئيسي الفرعي لبرنامج سبيدر برضو ايه خطورتها ومميزاتها خد عندك رد فعل سريع ومدمر وتحتاج بس ان هي خمس ثواني لاطلاق النار بعد التحقق من الهدف مجال التغطية 360 درجة وبتلاحق 60 هدف في نفس الوقت بتمتلك توجيه خاص بالاشعة تحت الحمراء وارشيف صور مخزن في زكيرتها لعدد ضخم من الاهداف اللي يجب عليها اصابتها كمان المنظومة دي ممكن تستخدم من قبل جنود غير متمارسين اداءها مرتبط بخبرة الجند المسؤول عن تشغيلها سواء عبر الدقة الالكترونية او سهولة للسخط غير كده بنشوف ان السواريخ اللي بتستخدمها المنظومة دي يعني صعب رصدها بصريا اصلا او حتى معرفة نقطة انطلاقها كمان يمكن ان تعمل المنظومة دي منفردة او كجزء من تشكيل دفاعي مكون من اهليات اخرى ضيفوا اللي تقال ان المنظومة الاسرائيلية دي بتملك ثلاث اوضاع للتشغيل الاول يدوي يعني بيخلي الجندي مصدر التهديد ثم يوجه الصواريخ تجاهه ويطلقها يدويا التاني تلقائي حيث بيكتشف الرادار التهديد وهو اللي بيحدده وبيتبعه فيه حركته وتصبح المنظومة مستعدة للاطلاق لكن تنتظر الامر اليدوي من الجندي المسؤول اما التالت فهو تلقائي الكامل وهو اللي بيقوم بتحديد الهدف ثم التعامل معه مباشرة دون انتظار تأكيد يدوي من الجندي المسؤول غير كده من مميزات سبيدر ان المكون الدفاعي الحديث قادر على التعامل مع الطائرات بدون طائران والمقاتلات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية والذخائر الموجهة بدقة وكمان بيوفر القدرة على الانتشار السريع في دقايق معدودة قصة كبيرة ممكن ان هو يحمي القوات المتنقلة والموقع الحساسة خد الصدمة دي بقى منظومة الدفاع الجو سبيدر الاسرائيلية في المنوشات الباكستانية الهندية الاخيرة اللي وقت في شهر فبراير عامل عشر حول اقليم جامو وكشمير استطاعت الطائرات الباكستانية انها تخدع منظومة سبيدر تمام شوف بعد اللي احنا والنادى كله ونجحت اتناشر مقاتلة باكستانية من طراز F16 واربع مقاتلات من طراز ميراج ان هي تنفذ عملية العملية في الهند بدون اي خساة وفشلت المنظومة الاسرائيلية تماما في التصدي للمقاتلات والصواريخ والقنابل الباكستانية معنى ده ايه هل احنا كده خلاص احنا تمام هنبدأ ان احنا نضرب معنى ان منظومة سبايدر الاسرائيلية وهم كبير وفانكوش زي ما بنقول بالبلد كده طب ليه منظومة سبايدر واخد كل الصد اللي جابة هي ان قدرة اسرائيل الدعائية ليه منتجاتها منتجات اسلحتها الجوية ممكن نرجع ورا حسبة خمسين سنة ونشوف ايه اللي حصل لخط بلليف اللي وصفته اسرائيل بالاسطورة والخط المانع الذي لا يقر ايه اللي حصل له الجيش المصري في حرب النصر العظيم اكتوبر تاتا وسبعين وقعوا بخرطوم مية تخيل بخرطوم مية وقعوا عشان كده لما تلاقي لجانة الالكترونية مشبوهة بتشكك في الجيش المصري وقدراته ولا تبص لها ولا تشغل بال متعلقش ونفض سيب تاريخ الجيش المصري هو اللي يتكلم غير تقارير امريكية لموقع جلوبال فاير باور واللي شايفه ان الجيش مصر هو من الجيش القوية في العالم وكمان صنافته رقم خمستاشر عالميا والاول عربيا وشرقا اوسطيا ومش هنتكلم عن قدرات سلاح الجو المصري اللي امريكا شايفها كمان من الاسلاحة المتقدمة عالميا والخطيرة لكن هنقول حاجة بسيطة عنها جهزة التشويش المصرية المتطورة بسلاح الجو المصري اجهزة دي هي قادرة انها تعمي رادارات سبيدر عن المقاتلات والسواريخ المهاجمة كمان انه باستخدام منظومة سبيكترا المتواجدة على مقاتلات الرفال الشباحية المصرية يمكن رصد اماكن رادارات سبيدر وكمان بالكثافة العددية في الطائرات المهاجمة يمكن التغلب على المنظومة الاسرائيلية وده كله احنا اسا ما تكلمناش عن تدخل منصات الالكترونية الجوية اللي بتنتلكها مصر والمعروفة بطائرات الحرب الالكترونية اللي هي اسمها اواكس يعني ايه يعني منظومة سبيدر الاسرائيلية هي مش الحسن المنيع اللي ممكن يحمي سد زي النهضة من رفال ومقاتلات مصر الشباحية لغريبا تكلفة المنظومة الوحدة من منظومة سبيدر اكتر من 70 مليون دولار قامت الهند بشراء 18 منظومة وفي الاخر فشلت واخفقت تماما وما قدرتش تنجح في التمييز بين العدو والصديق اي اف اف والنتيجة نجحت باكستان في سحق مقاتلات الهند وفشلت منظومة سبيدر نهائيا وبعد لما انتهت العملية الهند يعني اخرجت كافة صواريخ من الجيش الهندي وطلبت اسرائيل بيتعويض عن الخسائر المادية والبشرية والمعنوية واصلاح منظومة اي اف اف للتمييز بين العدو والصديق سيبك من منظومة سبيدر الاسرائيلية الوهم دي خد السؤال ده فرضا وصلت الطائرات المصرية الى سد النهض ايه اللي هيحصل هل مطلوب من الطيران المصري اختراق الاجواء الاثيوبية للتأكيد على ان مصر قادرة على التعامل العسكي فتخاف اثيوبيا وتقوم وتقوم بتسوية ملف السد وتلم نفسها من مع القاهرة ولا مطلوب من مصر انها تضرب جزء من السد عشان تعطل عملية التخزين فيه ولا حاب من المقاتلات المصرية تدمره كله على بعض ويجيب عليه وطيه تعالوا نفكر بالراحة لو اخترقت المقاتلات المصرية نطاق الجو الاثيوبي او ضربت جزء من السد فدي مشكلة ليه مشكلة عشان اثيوبيا دولة ذات سيادة فمن حقها انها تلجأ لمجلس الامن وتشتكي مصر وهترجع تاني اثيوبيا تصلح اللي تضرب في السد عادي جدا ولو عايز الطيران المصري يقوم بنس في السد ويدمروا بالكامل فده برضو صعب جدا عشان ده اعتداء على سيادة الدولة وبسرعة اثيوبيا هتلجأ لمجلس الامن واللي خلاها انها واللي خلاها تبني السد مرة تانية هتقوم ببناءه وممكن انها ان مصر تدفع تعويض عن موضوع غير كده في الاصعب واللي يخلي مسألة ضرب بسد النهضة صعبة جدا عا مصر كمان مستحيلة ايه الاصعب الاصعب ان سد النهضة عرضه واحد واحد فاصلة تمانية كيلو متر وارتفاعه مية خمسة واربعين متر بالتالي هدنه بالكامل وصعب جدا وبرضو مجلس الامن مش هيسيبك وقال حتى المجتمع الدولي غير الدول اللي لها مصالح في اثيوبيا وسد النهضة بالتحديد يعني سواء دول اوروبية او اسيوية او حتى دول عربية للأسف صديقة وشقيقة لمصر ومن الآخر مش هتكون كسبت حاجة يعني انت مش هتكسب حاجة من تدمير سد النهضة غير انك كمصر عقادة الموضوع حاجة واحدة ممكن تستفيدها مصر من ضرب السد انها هتعطل موقع التشغيله شوية وتوليد الكهرباء طب ايه الحل الحل انك تقتنع ان المشكلة مش في بناء السد لازم تعترف يعني افتح بين قوسين كده مصر موافقة على بناء السد من الأب طب المشكلة فين المشكلة في مدة ملء السد وهو التخزين الخامس تم وجايز يكون ان في تخزين سادس لو اضطرت اثيوبيا لده واللي هي مصممة كمان انها يعني تملى السد على قد ما تقدر وده اللي هيحرم مصر والسودان اكتر من 28 مليار متر مكعب من الميا سنويا يعني بكل بساطة لو اثيوبيا عدت الشرط ده اللي هو شرط المل دنيا هتهدى ومش هيبقى فيه ازمة خالص اسمها سد النهضة بين مصر واثيوبيا والمصر هتعمل ايه مصر شغالة دلوقتي على الاتفاقيات الرسمية زي اتفاقية اعلان المبادئ اللي تم توقيعها فيه 2015 بين مصر واثيوبيا والسودان واللي بتنص على عدم مل السد الا بموافقة مصر والسودان ولو ما حصلش ده ممكن ترجع مصر للتحكم الدولي خليكوا فاكرين تحكم الدولي هو اللي رجع طابة لمصر من اسرائيل طب الاخ ابا احمد اللي هو فارد سدره وعمال بيروج ان المية ميته والنيل النيل اثيوبيا قل له انت فاهم غلط النيل ده هو نهر دولي وفيه اتفاقيات دولية مشتركة وده معناه انه مفيش حد يقدر يبني عليه سدود غير بموافقة دول نهر النيل وكمان تشارك في ادارته وهنا نوقف شوية وانأكد على النقطة تمسك مصر بالحل الدبلوماسي ده مش ضعف خالص لكن هو نابع من ايمانها من قوة موقفها وان غضب اثيوبيا من لجوء مصر لمجلس الامن هو نابع برضه من ضعف موقفها لان ببساطة ما يخافش غير المجر ولا ايه ده اللي كان عندنا وقلناه انتوا بقى قولونا رأيكو اقف الكومنتات